سيدنا السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي حكاية جديدة وحكايتنا اليوم عنوانها روح الغابة هذا العنوان هذا كان في الكثير من الحكايات المختلفة ولكن احنا اليوم اخترنا هذه الحكاية بالذات لان واحد من المتابعين هو اللي تلبيها مني فحتلتا لعندك شي حكاية ولا شي قصة اللي بتي تسمع لها هبطل صندوق الوصف وخلي لي العنوان ديالها وان شاء الله نضيله في القناة وقبل ما نبدأ الحكاية وكيف من انتم معارفين لعب الدين كنبرو الشاشة ونقلقوا الباشاشة ونحيدوا لغباشة ونبقاوا حتى النهاية الفيديو بسم الله وصلا وسلام على رسول الله كان يما كان ياسها ذاكي رام في سالفي العصري والأول وكان حتى كان حتى كان في واحد الملاد بعيدة واحد الشاب اسمي زوم هيتو من طبيعة الحال هذا الاسم هذا غير مستعى وهذا الشاب هذا كان مبلي والله يفعل الجاب وكان النهاره ما طال قبل غير الشراب والدوران الزناقي واللومالي وتقرقي بسطالي لا خدمة لا ردمة لا صنعت طويل العمر وقبل غير الخمر بالنهاره بعيد وما كان شي واحد في القبيلة لا سوالتي على معيده السكيري يقول لك رأوا فينا وفي المداز من شي زلقاء ولا شي دريبة والناس ديال القبيلة كيبقوا يعيروا فيه يقولوا لعالبي طالي والسكيري انتما صالح لوالو انتما كدرتش وهيدو من غير البلية ديال الشراب كانت عنده واحدة البلية اخرى واللي هي الحب وكان كيبغي واحد البنت اسميتها الزهراء وكان كيتمنى الزواج بها وفيما كي مشي تقدم ليها الزواج للعائلة ديالها كانوا كيرفدوه علاش كيقولوا لي انت غسكيري نهار كامل انت الضرف الزناقي اشنو غدي تدير بهذا الزواج وكيفاش غدي تدير مع هذا المره زهرامس كي نحتايا كانت كتنصحوك تقول لي الله هذيك بعد من هذا البلية هذي وكن راجل وصير تخدم واجي ان شاء الله مرحبا بك الوقت اللي جي تيرى العائلة ديلي غدي قبلك لانك غدي تكون راجل وقاد بالمسؤولية ولكن اللي بقيت على الحالة هذي راح تحد ما غي يبغيك لا انا ولا غيري بشات اليوم وجات اليوم ما هذو باقي الحاله هو الحال بالليل سيرو الشراب ولا اللو مالي وبنهار ان عسو التمخمخ واحد النهار صبحت الدوار على واحد الخبار وهذا الخبار كتقول بني زهراء البنت اللي كيبغيها معيدو جاه واحد بالعائلة ديالها غدي يخطبها ويتزوج بها ومئة في المئة العائلة ديال زهراء بوافقين على هذا الراجل ما هيدو من لي وصلاته هذ الخبار هذي مشي يخرج لي عقله ومشي تسته وبدك يقول مع راسو هذ الخطبه هذي بيمكنش لي اتم زهراء لي وانا لها ايوه كيف ما كتعرفو وكيف ما كيتعيق البزاف ديال الناس اللي بلي يضيع فعلهم انه لو بغي حل الشي مشكينة خصو يمشي يشرب بش يدير البلاكة عادي يمشي حل المشكل ديال ذاك الشي ليدر ما هيدو عنق قرعتو وعطاه الاشترامات وضرب عطيه ضرب عطيه ضرب عطيه ضرب عطيه ضرب عطيه احتاجه بالكاو ومشل الضار ديال الزهراء كي بسن الباب الضار ديال الزهراء كي يسمع الزهاريت والناس مجموعية الداخل ما هيدو من لي شاف ذاك شي بعينيه وسمع الزهاريت وخس كران سحى وعرف باللي الكلام اللي كان كيدور حقيقه هو يبدي يهلل ويغوت ويعربط وما يخرجوا لي العائلة ديالها شدوه عطيه قتلى ديال العصة وقالوا لي يسير في حالاتك زهراء سمعت الخبار باللي معيدو كين بره ومحيح وباللي لعائلة ديالها خرجوا عطيه قتلى ديال العصة وجروا عليهم استعدت من لعائلة ديالها ودرت شي سبه وخرجت لعنده معيدو من اللي خرجت لعندو ولقاتو طيح الارض وحالته بحالة قلت لي مالك على هذه الحالة اشنو جيت يديرها قلنا جيت باش نحبس الخطبة هذي وميمكنش ليهتم انتي ليه وانا لك قلت لي مهيدو سنين هذي وانا كان سنافك وكل عام كنقول ده بهديك الله ده بهديك الله ولكن انت حالتك هي حالتك مبغي تتبدل مبغي تتغير ومبغي تتفرق مع ذيك المالي مهيدو من اللي اسمعها قلت لي هذا الكلام دروا قلبه بزاف وغزت فيها عينيه وهو يقول لي غادي نسوي لك اخر سؤال وانتمنى انك تجاوبيني بكل صراحة قال لي هوا شي لا تبدلت وحبست الشراب وقول لي تراجل واش تقبلي عليا ولا لا قلت لي شوفه مهيدو دكشي اللي بيناتنا غادي سالي اليوم الراجل جابه شي خطبني وانا قابل هذي الخطباء عدي وغدا نزوج به وصير الله يعونك والله عفونيك والله يذلك شي تاويد الخي مهيدو من اللي اسمع عضل هضرها هدي وخاكن سكران ضروا قلبه بزاف وبقى فيها وكل كلمة كانت كتقول عني زهرة كتتغيرس في القلب ديالو بحل السام وبقى هاداك الكلام ديالها كي طلطن لي فراسو بحل شي ناقص ولكن في الحقيقة زهرة ان داخل ديالها بقى كتبغيك وكتمنى انه يكون راجل في يوم من الايام ويجي خطبها وينزوج بها ولكن دابا فات الاوان والناس كينين في الدار والخطبة نيضة وقريب يعقدوا القران ديالو زهرهم هيدو شافوا اخر شوفه في بعضياتهم زهرة رجعت للدار ومهيدو مشى لدارو كي وصل لدارهم العائلة ديالو سمعوا بديك الحالة اللي دار في الدار ديال زهرة ونضب باحته هو وبقى كي يوبخ فيه حتى ديال الناس ومن يسمح الصباح يا سيدي وتقاشع الفجر وقع قع الفراج في اليدي والدنيا سمر نضب مهيدو وكأنه انسان اخر ويجد العداد هين السافار وركب على العود ديالو وشط طريقه للغابة والغريب في القصة يا سيدي هو ان مهيدو هاداك الصباح مشترب شراب كيف مموالف بقى خادي في طريقه كي يشق في الغابة حتى اخبر ليلاتها وهو غادي وسط من الغابة غادي تنزل واحد العاصفة وغادي يجي معها بتنجي ما هيدو بدك يقول مع راسو نرجع ولا نمشي نرجع ولا نمشي نرجع ولا نمشي ولكن ذاك النهار العزيمة ديالو والارادة ديالو مكان شاهدية قل انا حياتي كاملة وانا ديمة كنعقز ندير شي حاجة اي حاجة بغايت نديرها كن نرجع للور اليوم جال وقت اللي غادي نزيد لقدام وما غاديش نرجع للور وهذه هي الفرصة ديالي باش نتبدل لعن لاهو في يوم من الايام نرجع للعند الزهرة ونجوج بيها وخاخطمها هاداك سي تغطى مزين على البرد والتلج وبقى هادي شطيقه وسط من الغابة واحد شوية من اللي توسط لهذا كيسمع واحد الصوت رنان وجاي من بعيد ولا كين الصوت غريب ومع مرسمها بحالو ووقف العود ديالو وبقى كيقينب منين جاي هاد الصوت هادا واحد شوية العود ديالو خلاه ما هيدو وتم بغادي يتابع هاداك الصوت فين كاي ما هيدو كيجرر الجامل لعود ديالو ولكن العود غادي شط طريقه وغادي في ذاك الاتجاه اللي يجي منه ذاك الصوت وكأن شي قوة فهذاك الصوت كتجرر العود ديالو العادا ما هيدو لقاكي تعافر مع العود ديالو بشي وقفه ولكن ما قدرش يوقفه شفحتها يا وتم بغادي يحتاوى مع العود ديالو باش يشوف هذا الصوت هادا منين جاي بقا غادي يقول العود ديالو واحد شوية كيوصلوا لواحد للنصى وكيلقوا واحد شجرة كبينه يقرى وكيدقى على الحيوانات اللي كينين في الهابة مجموعين عن ذلك الشجرة كلهم كيشوفوا في الاتجاه ذلك الشجرة وكأن شي حاجة مغناطيسية كتجبدهم لعندها مهيدو من اللي شاف هذاك المنظر تعجوا وقالها كيشوف واحد شوية هذك الشجرة هي تهز من المناستها وخرج جدور ديالها وبدأت كدور وكتخرج منها واحد الإضاءة عجيبة وغريبة عمر مهيدو وشاف مهالا واحد شوية هذك الشجرة غديتحن من الوسط ديالها وغدي يخرج منها واحد النور دول ومكان كامل في البداية تخلع من ذلك المنظر ولكن واحد شوية وبدون ما يشعر غدي يمدي ديال باش يشوف شنو كين وسط من ذيك الشجرة مهيدو تفاجأ وتخلع في نفس الوقت من ذلك الشيشين يشاف في وصط من ذيك الشجرة واحد شوية بدك يحس بالجسم دياله بدك يسخن ومن كترة الحرارة اللي كانت في الجسم دياله تخلع وخرج كي يجري من وسط من ذيك الشجرة ولكن الإحساس دياله من اللي يدخل من ذيك الشجرة مكانش هو نفس الإحساس من اللي يخرج منه مهيدو بدك يحس بواحد طاقة و بواحد القوة غريبة محمول وحس بها ودك الإحساس ديال اللي عجزه ديال الخمول اللي كان فيه مشاه وما بقاش كي يهس به وبدك يحس براسه قوي وما كيش شي قوة في العالم اللي يزقدر تحبسه عينما هيدو درك بأن القوة اللي ولات عنده استمدها من ذيك الطاقة اللي كانت كتخرج من ذيك الشجرة وهو يقرر أنه ما يصافرش ويرجع للقبيلة دياله وقرر كذلك أنه يتبدل ويحبس شراب ويقول لي إنسان آخر وفي بلاست ما الناس دي لقبيلة دياله يعيروا يقول لي بس كيريال بطالي أنت ما كدرته شي حاجة أنت ما صالح لتش حاجة غادي يقول لي كل شي ربيه لباته يركب هيدو على العود دياله ورجع للقبيلة من اللي وصل للقبيلة دياله مشا ديرك لداره ومشا ينعس من اللي صبح الصباح فاقت القبيلة على وحد الخبار بل للقبائل المجاورة جيين باش يجبوا عليهم ويستولوا على الأملاك دياله والمشكلة هو أن القبيلة دي المهيدو ما فيهاش بزاف ديال الفرصان وما فيهاش بزاف ديال الجنود وكتر من هذا ما عندهم السلاح والأغلب يوفيهم ساكن غير في اللاحين ومزارعين لا حوله ولا قوة له ولكن بالرغم من هذا الشي كامل نضو كاملين الناس ديال القبيلة نسوا رجال وكل واحد فيه وما زدكش اللي غادي يقدر عليه ووقفوا قدام القبيلة وكيتستنوا اللي عدي يوصلها ما هيدو حتى هو من اللي اسمع هاد الخبار هادي أز واحد السيف وخرج باش يحارب مع الناز ديال القبيلة من اللي وصل عند الناز ديال القبيلة والقام كابلين وواقفين قالوا لي انتاش كدير هنا كاليمته النار هاد ينتحار معكم وغادي نعونكم كل شي بدك يضحك عليه قالوا لي انتو واش محاربها مع راسك عاد غادي تجي تحارب معنا سيرت ناس مع راساتك وسير قبل القرعة ديالك وخلينا عليك في تيق ما هيدو بقى كيشوف في الناس ديال القبيلة كاملة كيضحكوا عليه وكييتفلوا عليه بابغاش يجاوبهم ولكن يصمم انه ويبقى باش يتعاون مع الناس ديال القبيلة ديال من اللي وصلوا لجويوش ديال اللي غادي تحاربوا معا ولقدام القبيلة شكو اللي غادي خروج لعندهم ما هيدو هو الول اللي غادي تم غادي قصد من اللي وصل حداهم جبت السيف ديالو وبدك يشلط فيهم كاملين يمينا ويسارا ودخل وسط من الجيش كامل ومخلافهم لرليبخ الناس ديال القبيلة ديالو بقى وغير كيشوفوا في مهيدو وفي ديك الشجاعة ديالو والروجع لديالو الإقدام ديالو وكيشوفوا داخل وسط من الجيش وما خايفش وكيتكي فيهم كاملين واحد تابعوا واحد وفرمشة عين مهيدو غادي يقدر يوصل القائد ديال الجيش واحد جوش ثلاثة غادي يطيحوا للرض وغادي يحط لي السيف على عنقو وغادي يقول ليش نبالك نكمله ولا تمشيوا في حالاتكم القائد ديال الجوش ديال العدو ما فهموا له في مهيدو لأن الخبار ديال مهيدو بأنه سكيري وبيطالي وما عنده ما يدير واصلا حتى للقبيل الآخر بقى غير كيشوف مهيدو وغوي جبد الرأي البيضاء وقال لي كنت استسلم وآمر الجوش ديالو باش تتراجع وقبل ما يمشي الجيش ديال العدو في حالاته غادي يرجع القائد ديال الجيش وغادي يقول للمهيدو تبارك الله عليك كنت كنت سمع عنك بأنك غير بيطالي وسكيري والنهار كامل أنت كدر وما كدرت شي حاجة ولكن هات شي اللي شفت منك والشجاعة والإقدام الرجول اللي فيك كنت متل عكس من ذلك شي اللي كنت كنت سمع عنك وسلم عليه وزد في حالاته الناس ديال القبيلة باللي شافوا هاد المنظر هذا وشافوا القائد ديال الجيش ديال العدو كي يسلم معلمهيدو وكي يقول للمهيدو تبارك الله عليك مفهموا وعالو وتصابوا بوحد الصدمة مع مرم كانوا كي تسنده والقبيلة كاملة جات لعند مهيدو وكتشكروا على الشجاعة ديالو وعلى الرجولة ديالو وعلى الإقدام ديالو وعلى هاد شي كامل اللي ديال مع الجيش ديال العدو وهكذا يا سادة يا كرام من بعد ما كان مهيدو غير واحد سكيري واحد البيطالي واحد الإنسان فاشل ما كيدرت تشي حاجة ولا اسميتو للقائد مهيدو ولا الاسم ديالو على كل لسان والسادة ديال الخبار ديالو وصلت للقبائل المجاورة زهرة حتى هي سمعت الخبار على الموقف اللي دير معيدو مع القبيلة ديالو وضب الجيش ديال العدو ومشت كالجليل عندو وعن نقاتو وقاتلي تبارك الله حليك ما هيدو ويقول لي اشنو كديري هنا وعنش كتعان قيفية كنتي واحد نمرة مخطوبة قاتلي من اللي سمعت عليك هاد الخبار طلبت من الخاطيم ديالي انه يفسق الخطوبة دياله وما هودهاش معايا لان وحتى هو سمع عليك الخبار على ذاك شي اللي درسي معالعدو وهو يقول لي هادا بلا بغيت نفهم شي حاجة من هالكلام ديالك هو انك مستعدة انك تزوجي بي قاتلي مستعدة انك تزوج بي على سنة الله ورسوله وفرحانة تزوج ديالي بي ايه هي الدنيا كتردك من حال الحال وصبحان مبديل الأحوال مشا مهيدو اه سمحولي مشا القائد معيدو والأم ديالو والأب ديالو باش يخطبوا زهراء من العائلة ديالا ومن طابعة الحال القائد معيدو جا باش يخطب بنتهم ما كان عليهم إلا يكونوا موافقين على عد الزواج وتزوج بهيدو بزهراء وتمت الفرحة ديالهم اللي كانوا كيتسنوها سنين هذي افي غادي اباقي مسالي داش ومن هذك النهار بده القائد معيدو كي يجمع الأهالي ديال القبيلة وكي علمه وفنه الحرق بشوية بشوية حتى كون واحد الجيش لا بأسه وهذا الشي كامل مهيدو ما باحش بالسرر دياله لتشي واحد وحتى المرته زهراء اللي هي أقرب الناس لي مشات ليام ووجات ليام ومهيدو عايش معه زهراء فخير وسلام حتى وصلت عاو تاني واحد من الخبار بان الجيوش ديال القبائل المجاورة جايين وجايبين معهم جيوش خراء وقبائل خراء باش يجمعوا على القبيلة ديال مهيدو القائد بهيدو من نسمع هذي الخبار عادي جمع الجيش ديالو وتصافوا كاملين قدام القبيلة وكيتسنوا في العدو باش يتحاربوا معه ولكن هذي الحرب هذي ما غادش تكون بحل الحرب اللي كانت قبل بنا مهيدو ذاك الصباح اللي غاد يجيب فيه لعدو بدك يحس براسه بحل تطفى تشمعته وذيك الطاقة وذيك القوة اللي كان كيحس بيها بدك تطفى بشوية بشوية من درجة انه مبقاش يحس بيها عنا مهيدو ندرك بان هذيك الطاقة اللي كان استمدها من هذيك الشجرة مشات ولا انسان هذي بحاله بحاله بحال اي وحدوس القبيل من اللي حس باد الاحساس هذا وعرف بان القبائل جيبين معهم جيوش اخرى خاف اللي يخسر هذه المعركة هذي والصورة ديالو طيح للرض ويرجع مهيدو للحالة القديمة ديالو وكيف تنقولو عادة ريما الى عادتها القديمة مرتو زهرة لاحظت بان الوجه ديالو مبدل وحالته مشيه ايه ديالو قلت لي ايك ما كين باس كينش حاجة مشيه ديالو قلت لي انك قولي قولي اشتكرك ماشي هو اذك قولي ايشنو هقع قل له ديالحقيقة ها اشنو كان وها اشنو كان وهنهار مشيت الغابة هوقع وهوقع وهوقع ولكن دابا ركال حسب راسي فاشل وما عندي تشي قوة وما عندي تشي طاقة بحال كي ما كانت عندي النار اللي اللي تحربنا فيه مع الجيش ديالو والمشكلة هو ان الناس ديالو القبيلة كاملين كيتسنو فيها غير انا باش نعتقهم من هاد الغوزات هاد ما عرفت كي غنير فضل المصيبة هذي ومن بعد هاد الشي كامل اللي يدرتو كل شي يمشى وكل شي ضاع وعنك يجي الدور ديال المرأة الصالحة ولا المرأة القوطة كي تنقولو حنا قلت لي بالعكس انت رابح وما انضعت منك حتى شي حاشا ربحتيني انا وربحت تتيقة ديالو القبيلة وربحت تتيقة في راسك لانك تحولت من واحد انسان فاشل النهار كامل وقبل غير الشراب والصيارة اللي يلي لواحد الانسان صالح واحد الانسان معروف ولي اسم ليالو كيت تذكر على كل شي وهذا القديم اللي وقعتلك مع هاد الشجرة هادية ومع الطاقة اللي اعطاتك اكيد عندها واحد اللغص وعندها بحنة واذا مشت منك هذيك الطاقة وذيك القوة اللي كادت عندك ففي الاول وفي الاخير انت انت انسان عندك الطاقة ديالك انك تفوق الطاقة اللي كنت تقليتها من ذيك الشجرة اجمع راسك لان هذه الفرصة ديالك وبيل اللي وبيل هائيلة ديالك وبيل الناس ديال القبيلة كاملين شكونا هو ما هيدو هالكلاب هاد خدم هيدو يحس بوح طاقة ثريبة كتر من ذيك الطاقة اللي كنستمدها من الشجرة اللي في القارة سرج العود ديالو وبالسيف ديالو وسلم على مرتوب ومشن المعركة من اللي وصلوا للمعركة ووصلت الجيوش ديال اللي عدو مهيدو كي تلافتل عند الناس ديال القبيلة ديالو كي يلقاهم كاملين كي يشوفوا فيها دي تشوفة ديال الاجلال وديل انه هو اللي غادي نشجوا من هذه الحرب كاملة وهو اللي غادي يحتقوا وهذه النظارات ديال الجيش ديال الاهالي ديال القبيلة زادت واحد طاقة اخرى وسط من مهيدو وهو يقول لي طاقة ديال كم من عندي احنا ولكن اليوم انا اللي كنستام الطاقة ديالي من عندكم انتوما هاد الحرب غادي نرمحوها ان شاء الله ولكن كاملين غادي نتحاونو جنب باش ان شاء الله نجريو على العدو ونتعصروا في هذه المعركة هذه وفعلا دكشي اللي كان من الليش مكاتوا دخلات المعركة في بعضياتها لجيوش ديال القبيلة ديال مهيدو من رغم من القلة ديالها من قلة الخبرة ديالها الا ان الطاقة اللي كانت كتغمرهم كانت كافية باش انهم انتصروا على دكشي اللي كان وهذا المرة كان الانتصار ديالهم كاسح علاش لانهم كاملين تحاربوا بجسد واحد وبروحوا واحدة وكيف تقول المثال ديالنا الحمية تغلب السبع ومن بعد مسالة الحرب اللي انتصر في القائد مهيدو الجيوش دياله مشاوب حالاتهم والاهالي مشاوب حالاتهم وبقى مهيدو ومرتو زهرة في ارض المعرك واحد شوية هي التمهابطة هذيك الشجرة اللي كانت لقاها وسط من الخامة واللي نزلت حداه وهي تعود تحلعه تانيك وتلقات هذيك النور وذيك الطاقة اللي كانت تلقات النهار الأول مهيدو ويتلافت لعن مرتو زهرة وقال لها هذي هي الشجرة اللي كانت تلقيت النهار الأول وسط من الخامة زهريت قولي عود دخوليها واخد منها هذيك الطاقة هو يقول له مهيدو لا أنا اليوم ما بقيتش محتاج لهالطاقة هذي لأن القوة اللي عندي والطاقة اللي كان عندي لداخل أكثر بكاتير من هالطاقة اللي غد تعطيني هذي الشجرة الشجرة اللي سماعت بحلقة الجمعات عودتيني من جديد وطلعت بحلاتها وكأنها عمرها ما كانت وهكدا فعمات زهرة بالليم هيدو تعلم الدرس مزيان واستفد منه وبالليم هيدو فعلا تبدل أولا إنسان آخر وفعلا هاد شي اللي كان مهيدو ذلك بأن الطاقة اللي كان نستمنه أكثر بكاتير من ذيك الطاقة اللي غد يستمدها من ذيك الشجرة ولكن هو اللي ما كانش قادره ولا ما كانش عارف كيفاش يحركه وكيفاش يستعمله وهكدا يا سادة يا كرام من بعد ما كان مهيدو واحد الإنسان فاشل واحد الإنسان مبليء وما كديرتشي حاجة في الحياة دياله ولا قائد ديال الجيش ولا معروف ولا الاسم دياله على كل سن هاد الحكاية هدي فيها بزاف ديال معاني وفيها بزاف ديال العبار وكنتمنى فعلا من خالص قلبي أن هاد الحكايات اللي كان جيبوك نعود لكم هنا اياه تستفدوا منهم وتفهموا المعنى دياله والأكيد أن هذه القصة هدي المقصود من ذيك الشجرة هي الإرادة وهي العزيمة والناس ديال القبيلة اللي كانوا يضحكوا على معيدو ويضحكوا على الحال دياله هادوك هم المحوقات للي ما كتخليش الإنسان يوصل لأهداف دياله ومن اللي رجعت الشجرة وهي دورفض أنه يستمد القوة دياله منها كتعني بأن الإنسان ما محتاجش لشي حاجة أخرى كتر من أنه محتاج نفسه ومحتاج أنه يفيق هذه القوة وهذه الطاقة اللي كينه داخل منه ويجعله الوجود وشحال ديال الناس مساكن اللي كتلقوا مبليين اللي يعفو عنهم كتلق هالداخل دياله باغي يتخلص من هذه المصيبة ولكن لما كانش العزيم وما كانش الإرادة عمرهم غادي يتخلص من هذه المصيبة وغايبقى حياته كاملة وإلا كانك يتفرج فيه شي واحد مبلي أول حاجة غادي نقول لك الله يعفو عليك والله ينور لك الطريق باش تخلص من هذه المصيبة غير هو ورد بالك رك هاد شي اللي كتدير كتأدي به نفسك كتأدي به الجسد ديالك وكتأدي به حتى الناس اللي عايشين معك ربما انت غير مدرك لهاد شي هذا اللي كنقول لك ولكن إلا انت كتتفرج فيه وانت ساحي رك الأدى اللي كتوصله الناس اللي ضيرا بك والأدى اللي كتوصله نفسك رغير الله تعالى بوحده اللي علم لي فشوية دي العزيمة وشوية دي الإصرار باش الله تبارك وتعالى يعونك أنك تخلص من هذه المصيبة وإحنا مقبلين إن شاء الله على شهر رمضان الشهر الكريم شهر الغفران ما فيها بس للإنسان حبس فات الشهر الكريم ومن بعد رمضان يكمل الطريق دياله والله تعالى غد يفتح لي واناك نوصل لنهاية القصة وخطولت عليكم وحد شوية نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد تنلوني فراسكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة